ناقش وزير التعليم العالي والفنية دكتور خالد الوصابي مع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان في العاصمة المواقعة عدن ناقش أوضاع تعليم العالي وسير العملية التعليمية في الجامعات في محافظة تعز التي تشهد إقبالا كبيرا للطلاب الملتحقين فيها رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة والوطن بشكل عام وقدم المحافظ شمسان شرحا عن كافة الإشكاليات التي يواجهها تعليم العالي بشقيه العام والخاص مؤكدا أهمية أن تولي وزارة التعليم العالي والفني اهتماما خاصا في دعم جامعة تعز والجامعات الخاصة والأهلية في المحافظة ذات الكثافة السكانية الكبيرة مشرا إلى ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والفني بمعالجة الإشكاليات التي تواجه سير العمل في بعض الجامعات الخاصة من جانبه أكد وزير التعليم العالي والفني حرص وزارته على الاهتمام بقطاعي التعليم العالي والفني لمحافظة تعز نظرا لما تمثله محافظة تعز من عمق استراتيجية للوطن وأكثر المحافظة تكانا